بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة باقتراب بيعة الغدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا نحن وإياكم لتجديد البيعة السنوية لمولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الثبات على ولايته حتى ظهور القائم من أهل محمد إن شاء الله تعالى وتشرق هذه الأرض بولاية أهل البيت عليهم السلام كيف تطلب حاجة من الإمام علي عليه السلام ويستجيب لك ويقضيها لك لا ننسى قول الإمام علي عليه السلام عندما يقول في دعائه اللهم لا تجعل بي حاجة إلى أحد من شراره خلقك وما جعلت بي من حاجة فاجعلها إلى من إلى أحسنهم وجها وأسخاهم بها نفسا وأطلقهم بها لسانا وأقلهم علي بها من أن هذه الصفات لن تجدها إلا عند أهل البيت عليهم السلام لن تجدها إلا عند الإمام علي عليه السلام الإمام علي عليه السلام يقول لنا بين قوسين لا تطلب الحوائج إلا من هكذا شخص لديه تلك الصفات فيقول يا رب فإذا جعلت بي حاجة لأحد من الناس فاجعلها إلى أحسنهم وجها وأسخاهم بها نفسا وأطلقهم بها لسانا وأقلهم علي بها منا وهذه الصفات مجتمعة بمولانا الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته الكرام لذلك نجد أنك إذا أردت حاجة وتطلبها من المولى علي عليه السلام وتحب قضاءها على يديه ما عليك إلا أن تتبع طريقة آية الله السيد عبد الكريم الكشميري هذا العارف الكبير قدسة روحه الزكية عندما كان يقول إذا اشتدت علي الأمور وضاقت علي الظروف فكنت أذهب إلى مرقد الإمام علي عليه السلام وأقول خمس مرات نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب فكل هم وغم ينجلي بولايتك يا علي يا علي ويكرر كلمة يا علي مئة مرة ثم إذا قال عفوا ثم قال إذا كنت بعيد عن الحرم في محافظة معينة في دولة معينة تكرر هذا الذكر سبع مرات إذا كنت في الحرم الشريف للمولى عليه السلام تكرر هذا الذكر خمس مرات وفي كل مرة تقول يا علي مئة مرة فيكون عدد كلمة يا علي خمس مئة مرة أما إذا كنت بعيدا عن النجف في محافظة في دولة أخرى فتكرر الذكر سبع مرات وتقول يا علي في كل مرة مئة مرة فيكون العدد سبع مئة مرة يا علي وهذا الذكر معروف واتفقت عليه الشيعة بأجمعهم بأنه سريع الأثر نافع جدا في جعل الإمام علي عليه السلام يغيثك من ساعتك فجرب ولا تشك ومن يشك بنا بقدرة المولى علي بن أبي طالب عليه السلام وكرمه وجوده في قضاء حاجته الإمام علي عليه السلام في مضامين كلامه الشريف عندما يقول إذا ما طلبه أحد مني حاجة فكنت أنا في الليل أتململ تململ السقيم وكأني مريض لا أستطيع أن أنام حتى يطلع الفجر لأسرع لقضاء حاجته وكأني أنا المحتاج إليه هكذا الإمام علي عليه السلام عندما تطلب منه حاجة يهتز كيانه الشريف كله ويشاركك في وجعك وفي ألمك وفي أحزانك عندما قال يا نخيلة إذا مرثت فنحن نمرض وإذا فرحت فنحن نفرح شيعتنا إذا مرضوا فنحن نمرض وإذا فرحوا فنحن نفرح وما من مؤمن ولا مؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها يعني يخفى عنا حاله عفوا أنا نعتذر لصوتي المتعب قليلا يخفى حاله عنا أينما كنت نادي يا علي بن أبي طالب وتجد الإغاثة يا أبا الحسن أغثني وتجد الإغاثة لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعتبر بهذه الكلمات الطيبات ونستغيث بالمولى علي بن أبي طالب عليه السلام فهو نعم المغيث والشفية عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام